اشتركوا في القناة 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 بداية جيدة من النادي الاعلي خمسة لاشيء وفديها ونص تودو براين شوط الامر الحرة الاولى بسجلها لاو بيا تود تودو براين ولمر الحرة التانية تودو براين بيسجل رامر الحرة التانية سابع لاشيء بصالح النادي الاعلي تيرني ستوجلن ستوجلن محترف الامريكي حاطير جدا يا جماعة الراجل ده كل ماتش بيحطوله من ثلاثين لخمسة واربعين بونت ان شاء الله بنا يوفق اللي بأسكوا يا سلام يا سلام يا تيرن بيعمل هيل اوب مع هانس اسامة رائع برافو يا تيرن برافو يا هانس اول نقطتين النادي الزمالك رامي 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 اوبراين بينزل البرغوتا بيخدها تاني بلغوتا برافو بيديها لتود بيهوش وبيطلع ويخدها تاني تود في اسلام لعبة النادي الاعلي ويحط تود نقطتين تسعة اتنين عايز اقولكم ان اول مرة من فترة طويلة نشوف مبارات النادي الاعلي والنادي الزمالك على ملعب احد الفريقين وبجمعور احساس رائع احساس مختلف كرة السنة مختلفة كمال يا ولد يا كمال حداشر اتنين بداية رائعة لابناء النادي الاعلي وابناء تاريخ خيري بسرعة كاتر عصام عبد الحميد بيلعى نفسه وبيطلب وقته مستقطع كاتر عصام عبد الحميد على رأس الجائز الفني النادي الزمالك حداشر اتنين للنادي الاعلي الجائز الفني لنادي الزمالك برضو جاهز كله كافئات من ابناء النادي الزمالك زي جائز النادي الاعلي على رأسه المخادرة معصام عبد الحميد ويعاونه النجوم واللطفي وسامير جودة ومدير اداري النجم الخلق قدامة الاخلاق طارق السعيد زي ما قلنا برضو جائز النادي الاعلي على رأسه القصير المكير كابتن تاريخ خيري وبيساعده الكابتن اسلام علي وكابتن احمد الجرحي نجوم من ابناء النادي الاعلي ومديرا فنيا الخلق الاخر كابتن شريف علي وبيساعده اداريا كابتن رضا سيد والمحلل الفني كابتن اكرم شورباقي بداية على اروع لصالح النادي الاعلي حد عشر اتنين وفات بس دي اتن ونص وانا شايف ان فيه اتمام كبير من مجلس ادارة النادي الاعلي متواجد كل من دكتور مؤند مجدي وكابتن جوير نبيل وشايف كابتن روف عبدالادي المدير النشاط الرياضي موجودين ليأزروا الفرقة وشايف برضو الدكتوري شامل عمري عدم مجلس الولارة السابق بنرجع المباراة برافو يا جمال بيتع الكورة طلع الابو النصر خلاص يا ابو النصر بنراحه يا جمال ناخد وقتنا من استعقلش رامي رامي محمد ابو النصر محمد ابو النصر بيتلع جوتنا يلميهاش لكن يلميه يا توت برافو يا توت ابراين يلم الكورة لابو النصر ابو النصر تيجي فرجل محمد صلاح وترجع تاني وهي وجدت زمن الأجمل 14 ثانية لصالح النادي الآلي 11-2 وادي جمهور الزمالك المتواجد او بيشجع بيولد ديفينس ناعد تاني جمهور النادي الآلي بيشجع فريتو اوت سايد لصالح النادي الآلي كانت من زمن الربع الاول ثلاث دائر ولالي متقدم 11-2 اوت من حد الجانب للنادي الآلي رامي جنيدي رامي جنيدي تودو براين تودو براين لا ما يجبهاش اللي ما هيسم السحرتي هيسم لعمر يشام يطع منه رامي جنيدي رامي جنيدي يا سلام عليك يا رامي يا خبراتك اللي ما تاني طلع علي الجمهور ازمالك الله اخل السلسيات احد ملوك السلسيات ابراهيم الجمهور يرفع السكور ال 14-2 لصالح النادي الآلي بدأ الاروع النادي الآلي بيلعب زون ديفينس هيسم السحرتي والسلسيات الهولة للايسم برافو ايسم 14-5 لصالح النادي الآلي رامي جنيدي تودو براين الجمال ممسوك جامد عمر يشام ماسكو جامد بيطرفيه الحكم سايبو رامي لتود فيفال من محمد صراح من وره برافو حكم محمد محمود وادي وايل ابراهيم تيكنيكا الفاول على مواسكو فاقين اتباع يبقى في خطأ على محمد صلاح وخطأ على الاتباع في احتجاج كتير من جهاز نادي الزمالك كابتن واحد ابراهيم في الموضوع ده ما بيقى الزرش مبارة اللي فاتت سورتينج والجزيرة اي حد كان بيحتاج بدلو تيكنيكا الفاول تلتة تيكنيكا الفاول باعترد صبري عبد النبي مدير فني نادي السبورتينج فمي بيقى الزرش دلوقتي هيبقى خطأ واحد لصالح النادي الآلي هيتشط حسب التعديل وبعد كده بتكمل المبارة الحزكت للآلي بنسجل تودي براين يرفع النتيجة الحاكم بيقول الحاكم بنصلح لكابتن ياسر كابتن محمود قالوا لا ده اوتسايد للآلي مش تشوت ستانين خمستاشر خمسة للآلي وفات اربع دهائم من سورتين اولاني مبارة ممتعة جدا رامي جنيدي هيطلع لتودو براين تودو براين تودو براين لسه بيحب يلعب اسامة اناس اسامة لا وحشي اتود ياخدها مصطفى كازو اللي نزل دلوقتي بدل من محمد صلاح الاختاج بخطائين خطأ على مصطفى برغوتة لصالح نادي الزمالك خمستاشر عشرة لصالح النادي الآلي خمستاشر عشرة لصالح النادي الآلي خمستاشر عشرة لصالح النادي الآلي حكم واقف المباراة علشان بيم الجمال طبعا لازم استمنع تيرين استوجلن نادي الآلي مدافع عليه كويس نادي الآلي برفع عبداللوات الدفاع مختلط اسمه واحد من واربع زون هايسم السحارتي انس اسامة عمر يشام عمر يشام يرتكب خطأ ماشي بالكورو من الدفاع جايج جدا من مصطفى برغوتة والجمال مدافع عليكم مدافع مدافع اوت صالح النادي الآلي الجمال لرامي جنيدي رامي جنيدي رامي اخبطها في استوجلن في اوبراين وتلقى على طول الحصة حظه رامي هارد لك يا رامي يلما انس طلع على استوجلن فاول على ابراهيم الجمال كابتن محمود جمال الحكم الداول يصفروا عليه برافع يا كابتن محمود اقصح على الجمال او صايد لصالح النادي الزمالك من حد الجانبي خمستاشر خمسة يا صالح النادي الآلي وفاة اربع دقائي ونص فاة الخمس دقائي ونص عن نهاية الروب الاول عمر يشام عمر يشام بيوصل برافع عمر بيعلاها الوسامة بسلمرم يلعب عليها ببارغوتا الجمال يا ولد يا جمال يا سلام على السيس يا سلام على الجاري محمد ابو النصر السيس راية من الجمال لمحمد ابو النصر اللي بيسجل نوتوتين وتصبح النتيجة سبعتاشر خمسة لصالح من النادي الآلي خروج عمر يشام ونزول احمد حاتم احمد حاتم ابن زمنة العزيز حاتم عبداللطيف من الجمال الآلي السابق حاتم في السيجلن في ادفع جوي جدا عليه برافو يا باه للشباب النادي الآلي صفاكيزو بيتلع وبيلعب وبيسجل وخطأ براميها اضافية على تودو برايم كابتن وال ابراهيم ليصفرها وطريق خيري بيقولوا ما عملوش حاجة مصطفا جاهزو ننمي حرة اضافية مصطفا مكاوي او مصطفا كيزو سبعتاشر سبع صالح النادي الآلي فاضلا بعدها وربعين ثانية على القارة الأولاني كيزو بيشوت بيسجل برافو يا مصطفا سبعتاشر تمانية في ادفع ضغط بطول الملعب من نادي الزمالك رامي جنيدي محمود ابو الناصر رامي جنيدي الجمال 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 برغوتا بيعمل له ستار اوبراين رامي لأ وحشة برافو يا برغوتا بيلماء يا ولد يا ولد يا برغوتا برافو عليك انا فراهيم كانت نفاجعة ليا بداية نصفا برغوتا لكن طاري خائري بياصق فيه بقول الولد من غد دلوقتي ماشي كويس وقدي خطأ على محمد ابو الناصر ضد ستوغلين وهو بشوت سلسية يستدعي تلات راميات لصالح ترين ستوغلين تسعتاشر تمانية لصالح النادي الاهلي ماتش حلو ماتش حلو مستمتعين به ستوغلين تلات راميات حرة تلات راميات حرة تيرين ستوغلين هشوت رامي الحرة الأولى ستوغلين راميات حرة تانية بيساجر راميات حرة التانية ستوغلين لعيب خطير زي ما قلتلكم متوسط تسجيله من خمسة وتلاتين لخمسة واربعين بوينت في المباراة لولا العرف يتحكم فيه كدفاع وخلي الهزة دي تقل هيبقى فينا جاح كبير لصالح دفاع النادي الاهلي رامي جنيدي تسعتاشر عشرة لصالح النادي الاهلي رامي جنيدي الجمال الجمال يا سلام يا سلام يا جمال بيخش بطريقة جيدة جداً ويختارك خطأ على خطأ على نادي الزمالك الحاكم بيقول ولسه كرة تحت في الدريبل فهو الصالح النادي الاهلي الاهلي اختاركب اربع اخطاء نادي الزمالك اختاركب ثلاث اخطاء بس تسعتاشر عشرة رامي جنيدي رامي جنيدي اعتقد اتصفر خمس سنين بس قويس الحمد لله طلاحة تلات اهود تاني اوت صارح اوت سايد لصالح النادي الاهلي محمد ابو الناصر حاكم بيوقف الماتش بتطمن على برغوتة اعتقد فيه يتخبط وفيه دمه في وشه فلازم يتغيى للحفاظ على سلامة اللاعبين شايف طاري الخنام هو اللي يقوم ينزل مكانه طاري نجم النادي الاهلي على مر العصور عينز المكان مصطفى برغوتة اللي انا زي ما بقول لكم انا كان مفاجأ لي ان طاري خيري يبتدي بيه لكن الولد انصف المدير الفني وعمل سبع دقائق رائعين او ست دقائق رائعين برافا مصطفى برغوتة ان شاء الله تتعالج وتنزل تاني الغناء نزل مكان برغوتة واوت صارح النادي الاعلي وعمجنيدي 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 للجمال في فقاء ولاد ما متتصفرش الجمال بيتدرب جامل جدا بس يماشي حتى بيوصل حاكم هون لا فيه فعلا فيه فعلا ان الجمال ممسوك بطريعة جامدة وفيه ضربه فيها ساعتاشر عشرة لصالح نادي الاعلي نادي الاعلي احمد حاتم بصفاجيزو نا الزباق الاعلي يسا بيلعب واحد واربع زون هيسم السحارتي بيساجل تاني سواسية برافو هيسم سلسيتين لغات دلوقتي من هيسم السحارتي بيقلس الفارق لتساعتاشر تلاتاشر بصالح النادي الاعلي رامي طار الغنام طار الغنام لرامي رامي جنيدي رامي جنيدي بيوقف وصوب ما بيجيش اللي ما استوغلن 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 عايز يلعب هو الوحده وبيخش وبيكسب فاول من طار الغنام رامدين حورتين بصارح استوغلن تساعتاشر ستاشر بصارح النادي الاعلي وفاضل تلات دقايق عن ربع الاول استوغلن انا قلتلكم دي كمة كورت السالة في داور السوبر الفارتين كل فرها لعبة تلات مباريات لم توزن في اي مباراة هم المتصدرين داور السوبر دلوقتي بيساجل رامير حرار اولا تيرين استوغلن شوت التانية سجلها معيب قوي جدا يا جماعة الراجل ده رامي جنيدي تساعتاشر خمستاشر لصارح النادي الاعلي استوغلن بيدافع على رامي جنيدي ابو الناصر ابو الناصر تود برافيا تود بيخش وكويزو بيدي له فاول فوش ومشعب بيعتقده على الايه فاول صحيح على مصطفى كيزو رامتين حراتين لصارح تود ابراين كابتن وايل بيهدي مصطفى مكاوي برافيا كابتن وايل مصطفى مكاوي لعب كوي كوي لعب داولي تود بيساجل رامي حرار اولا برافيا تود عشرين خمستاشر وبيشوت الرامي الحرار التانية تود براين وبيساجل تود بانتو من اللاعبين هايلين بينفذ المطلوب منه بالزبط متوسطه في الماتش من خمستاشر الاثنين وعشرين بورد احمد حاتر احمد حاتر هيسر السحارتي الصفى مكاوي الصفى مكاوي عيسر لمكاوي سلسية من مصطفى مكاوي برافيا مصطفى يخلص الفرق لثلاث نقاط واحد وعشرين تابنتاشر وفادل ديتين وعشرين ثانية حناية الروب الاول تود براين طلع اوتسايد لصالح نادي الزمالك في يبوت كده في اداء نادي الآلي وفي ارتفاع في اداء نادي الزمالك تغيير تغيير لعل الموضوع يتنشط سلعاوي وحتم البحاري نازلين مكان محمد ابو النصر وتود براين دم جديد لتنشيط الفريق تاري خيري بيكلم ابريم الجمال عشان يزبطوا الدفنز بتاحهم لسا بيلعبوا واحد من تمنع على ستوغلين واربعة دفاع بوكس متحرك وادي احمد حاتم وسيارة الجمال الجمال وفادي الديها واربعين ثاني على الروبع الاول حيسم استحارتي تيرين ستوغلين تيرين بيخصل على خطأ من حاتم البحيري رامتين حراتين وادي تغدير كمان من طريق خيري مد الجرحي مكان رامي جنيدي المباراة لازم يحصل فيها تغييرات كتير هو دوت سمت مباراة دور السوبر والفرقة الكبيرة انك لازم تحتفظ بنشاطك لغاية اخر دياف المباراة نادي الاهلي تقريبا عدل الخمس لعيبة اللي ابتدى بيهم في معادة ابراهيم الجمال اهما نادي الزمالك في اجرى تبدلين خرج عمر يشام وخرج محمد صلاح ونزل مصطفى مكاوي ونزل احمد حاتم تيرين ستوغلين بيسجل رامي الحرى الاولى ويشوت رامي الحرى التانية سجل 24-20 فاضل دياه ونص مد الجرحي دياه نص على الربع الاول احمد سلعاوي طارق الغنام طارق الغنام سلعاوي بيلعب على الاسامة بيلعب على الانس وحشا سلعاوي كانس بطلعها برا الاماها مكاوي تيرين ستوغلين ستوغلين مع الدفاع مستوى جوزا ما انتو شافين مكاوي مكاوي طارق الغنام طارق حاتم البحيري حاتم البحيري حاتم بيحاولي غارة تقاتي وخش احمد حاتم بيدافع كويس عليه الغنام وصيارة معليش لما انس اسامة انس مكاوي ستوغلين ستوغلين لسه من دا اللا اللي بيدافع زي ما هو ستوغلين معامود الجرحي بيختارك في دابل دريبل لكن دوصل للسلعاوي السلعاوي السلعاوي وبيخش ومجبهاش رميها الجمال اطلع برا يا جمال برافو الجرحي مش باصس يا جرحي معليش 24 عشرين وفاضل عشرين ثانية ستوغلين بلوك جاية جدا من ابراهيم الجمال ستوغلين الماتش بقى حماسي اخطاء من هنا واخطاء من هنا يا جماعة مش بقول كده وبتسجل في دروب حاصل مع نهاية الربع الاول في اداء النادي الهالي 24 عشرين وعشرين ستوغل ع النادي الزمالك تعويض فالق العشر نقاط ورجع للمباراة تاني بس هي دي مباراة القبار في كرة السلة مفيش حد يطامل النتيجة غير مع نهاية المباراة نهاية الربع الاول متقدم النادي الاعلي 24 عشرين اتنين وعشرين دور السوبر السنة دي يا جماعة نظام مختلف شاية دوري اختبار وصل للدوري وصل للدوري ثمان فراء هم الاعلي والاتحاد وجزيرة وسبورتنج والزمالك وكيش وصموحة ومصر تأمين بالترتيب بتاع المرتبط من الاول للتامن ثمان فراء دوري يعني كل فراء تلعب على ملعب مرة وملعب الخصم مرة وبعد كده بعد نهاية هذا الدور يتم ترتيب الفرق من الاول للتامن بعد كده بها بنخش في المرحلة التانية اللي هي معروفة باسم المراحل البلاي اوف او الاقصائية وفيها الاول بيلعب الثامن بستوف سري او الافضلية من مبارتين اللي يقصد مبارتين يصعد الدور التالي والتاني بيلعب السابع والتالي بيلعب السادس والربع بيلعب الخامس بنظام اقصائيات بستوف سري يخرج من التامن فراء دور اربع فراء يطلعوا لدور نصف النهاية واربع ينزلوا تحت الاربع دول اللي تلعوا لدور قص بنصف النهاية الاول هي لعب الرابع والتاني هي لعب التالت بنظام افضلية خمس مباريات او افضلية ان هيلعبوا خمس مباريات بستوف فايف اللي يقصد ثلاث مباريات من الخمسة يوصل للنهاية والنهاية بين الفراءتين اللي هيكسبوا برضو خمس مباريات اللي يكسب ثلاثة منهم يكسب بتورة السابع من وجهة نظري دي اقوى بطول الدوري من مدة طويلة جدا كل الفراء كل الفراء على كفاءة واحدة الا لو قل فراء والتنين هتقل لحاجة بسيطة من وجهة نظري الشخصية ان ما فيش حد مش هيخسر اللي عنده عدد اكبر من اللاعبين على البنجو يقدر يلفهم كويس في المباريات هو اللي يقدر يمسك ازمام الممور ويوصل لمراحل ابعاد فزا ما بقول لكم استمتعنوا معنا هذا العام بدورة كرة سلة من نار من نار مفيش حد مش هيخسر واجمل حاجة ان دلوقتي الفراء بتلعب على ملعبها وده اللي فقدينه بقى انه كتير قوي 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 ده عدد شايفين النادي الاهلي بيلعب في ملعبه وفيه الممور هم مش جمعون هو اعضاء جماعية مهمية من النادي الاهلي وفيه اعضاء من النادي الزمالك اللاعبين وهؤلاء اموره والمداربين طبعا ففيه برضو حس في الصالة نرجع المباراة والربع التاني النادي المتخدر في الربع الاول اربعة عشرين دين وعشرين اناس اسامة احمد حاتم احمد حاتم تيرل ستوغلن ستوغلن خطأ على حاتم البحيري خطأ للتير كسب اخطاء كتير قوي يعني ما ازل من يسكن له حطي مرضى تيرل ستوغلن غد بقاتي فاول شوتين عيسى من السحارتي فاول مكاوي فاول مكاوي عيسى من السحارتي وهدي خطأ كمان من صفار والابراهيم على مود الجرحي في الناحية البعيدة فاول مكاوي فاول مكاوي فاول مكاوي بتصعب الورو على مصطفى مود الجرحي احمد سرعاوي ده زمانك قلب زون ديفنس او بتفعل منطقة البحيري البحيري هاردلاك بيوصل غد تحت البسكت لكن ما بيسجلش الماء مكاوي ستوغلن 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 السلسية ما بيجيبهاش اناس من فوق ما بيجيبهاش لكن الماء الجمال في الاخر مطابعة اناس هايلة ما بيحطهاش الجمال الناس زمانك بيلعب دفاع وعد اتنين اتنين او اتنين تلاتة البحيري وهدي خطأ على احمد حاتم حسب الكابتن جمال حاكم المنطقة الشريعية حاكم الدولي بسرعة عسام عبد الحميد بيغير احمد حاتم وبينزل ادم عسام عبد الحميد اود من حد الجانبي للنادي الاهلي الحكام محترين اللعب الكورة منين في الاخر بيلعبوها من حد النهاي حاتم البحيري حاتم البحيري احمد سلعاوي مود الجرحي الجمال ديني هايدت شوية الجمال بيوصل وبيطلع ما بيسجلش ادم عسام عبد الحميد ادم بدي الاهلي انا بدفاع مان تومان ادم استوغلن استوغلن لادم ادم عسام بيحاول يخش طلع على المكاوي لادم عسام شو سلسية لجرسام بيلماء وبيسجل اول تقدم لصالح لا اتأسف التعادل الربع عشرين الربع عشرين البحيري مودي الجمال الغنام حوالي لاب واحد على واحد الغنام يا سلام عليك من شطه من الماء تاني يا سلام عليك يا غتاري يا غنام من شطه عشان اتزنى وبعارف انه مش هديك يروح لما تاني وبيحصل على خطأ دد ناس زمالك نادي الاالي باالي كتير اوه ما سجلش اربعة عشرين اربعة عشرين الجمال لمودي الجرحي مودي بحيري بيعدي يا سلام يا سلام يا سلعاوي يا سلام يا حتم يا بحيري السست رائع وتموي رائع من السلعاوي الانس وبيسجل وادي ادم عسام وادي وانس بيشوتها اي حاجة يربول اللي ما اطاري للغنام مودي البحيري الجمال بيهدي بيهدي المودي الجرحي البحيري بحاول يخدش واحد على واحد من اسامة لطارق بيشوتها من ميجا بشك انه ما بالجيش ستة عشرين اربعة عشرين صالح النادي الاهلي ستوغلين تيري ستوغلين لعلاء الانس وسامة خاف من طارق انه بيطلع برة هيسم السحارتي تالت سلسية اللي هيسم واتخدم الزمالك لاول مرة سبعة عشرين ستة عشرين مع فاضل سبعة دائرة لنقات الربع الاول الجرحي الجمال وسيارة الانس اسامة ستوغلين عدم عصام يخش عدم عصام ويسجل تسع عشرين ستة عشرين مودي اطاري يا خياري تاخد طيام ادلوقتي اعتقد احنا لنا اتنين تسع عشرين زمالك ستة عشرين اهلي بحيري سلعاوي برافو يا سلعاوي برافو بحيري بيلعب مع بعض كويس اوي بيساجر احمد سلعاوي من تحت اهنس تسع عشرين تمانية وعشرين بصالح الزمالك ستوغلين مكاوي ما بيجبهاش الجمال حاتم البحيري الجمال بيوصل وعلىها يا ولد يا ولد يا جمال يا ولد يا سلعاوي زي ما قلنا على بتاعة انا سوسامة واستوغلين حلوة اهي من غير محترفين بيعملها الجمال مع السلعاوي و تلاتين تسع عشرين في صالح النادي الاهلي ستوغلين يختفى بينه البحيري فاصل بلاك البحيري تغبط في رجليه دياني سلعاوي يا سلام للجمال اهي يا مودي برافو عليكو واضي البحيري النادي الاهلي عدل الجيم في نيار كده في شواف الزمالك اثنين وثلاثين تسع عشرين خمس دقائق ونص على نهاية الربع الثاني مباراة قمة لندن دا الا في نهاية المباراة ادم عسان عبد الحميد وهو داخل مودي الجارحي ننتقل بخطى ضده بنامتين حرتين تغيير خارج طريق الغناء منازل تود براين برافو يا طهري قدت معلك اثنين وثلاثين تسع عشرين خمس دقائق وثلاثتاشر ثانية على نهاية الربع الثاني وهذه كمان احمد جمال هينزل مكان هايسم استحارتي دعا بالاهل السابق احمد جمال هايسم استحارتي بيلقى تشجيع من جميل النادي الزمالك هايسم استحارتي ثلاث ثلاثيات ثلاثة من ثلاثة برافو يا هايسم ما شاء الله عليك ادم عصام بيشوت لوانية ما بيسجلش ادم عصام عبد الحميد الرامل الحورة التانية بيشوت ومسجله في محمد مصطفى كمان نزل مكان مصطفى مكاوي ولسا بيلعب زون ديفنس نادي الزمالك الجارحي سلعاوي 32-30 للاهلي الجارحي الجمال ميديم شوت بيقف وشوت برافو يا جمال برافو يا جمال هايل 34-30 للاهلي ستوغلن ستوغلن معرحات البحيرة بشوت بتلاتة سيارة يا سلام يا انس انس بيطلع جيبة بالدور الخمستاشر ما شاء الله عليك يا ابني لعيب رايع صغير كان في منحة في جامعة امريكية ورجع منها لعيب منتخب مصر الاول انس اسامة 34-32 صالح النادي الآلي الجارحي السلعاوي محمد مصطفى الجارحي خمس سواني على اللعب البحيري بحيري وحطها لتوغل 24 ثانية الندر الاخر الاتخاخر فارتقد ضده خطأ الـ 24 ثانية نازم نيلعب على البسكت قبل نايت الـ 24 ثانية مبراءة رائعة و جميلة وارجو ان تكونوا مستمتعين معايا زي ما انا مستمتع واستنوا لان المغرى دي لن تنتهي الا مع صفيرة الحاكم انس اسامة استغل 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 تيرين استغل لسه معك كورا ادم عصان ثلاثية ما بيجبهاش بس تحت البسك فاجة الدنيا خالص وبالماء محمد مصطفى وبيسجل ويتعادل فريين 34 34 هي المشكلة ان النادي الاقلي بيلعب دابل تيم او دفاة مصدوج على تيرل فبالطر اللعيب الطويل يطلع على اللي بيشوت فالدنيا بتبقى فاتيه تحت الجمال تودو براين تودو براين داس على الكورا اعداس على اللاين يبقى اوتسايد بصالح النادي الزمالي ثلاث دقائق و اربعة وثلاثين ثانية على نهاية الفترة التانية والسكور اربعة وثلاثين اربعة وثلاثين تيرل ستوغلين بقى حادم البحيري تيرل لاناس اناس بحاول الخش يلف يطلع على احمد جمال سواسيم الجيش فاول على محمد مصطفى ضد طودو براين هو بيعمل الباوند شادي دي تبا كورا لصالح النادي الآلي الجمال الجرحي حاتم بحيري بياخد سكريم توت طلع تاني برا للمودي الجرحي سلسية من مودي فجأة كده بس ما الجيش انما انس ادم عسام عبد الحميد حاول الخش مع الجمال ادم احمد مصطفى احمد جمال اده اللي بقولكو عليه احمد مصطفى لما حاتم البحير يطلع بسرعة للجمال بيكرر يقف وشود بثلاثة خطأ على تودو براين تغير هينزل كريم دعشان ويطلع مودي الجرحي اربعة وثلاثين اربعة وثلاثين وفاضل ديتين واربعين ثانية على نهاية الربع الثاني استوغلن شو بثلاثة بجباشر مات دعشان وايسة دعشان كريم الدعشان من ابناء النادي الآلي البحيري تلحل تودو براين بيموي وبيطلع لكن اناس اساما ها قف قدامه جامد تودو كان لازم تطلع في التويشة اللي هو لها تد لكن اناس اساما ماشى والله تحت البسكت واي في ايه حارس مرمى طويل وبلوكاته هاي لها اناس برافو عليك يا ابني سيبقلكم مباراة جيدة جدا اربعة وثلاثين اربعة وثلاثين فاضل ديتين وعشر سوانة على نهاية الكارتر التاني محمد مصطفى بيعوكو محمد مصطفى بيعوكو لعمل ثلاثين لتودو براين تودو براين مندي الايالي غالبا اشرك كل اللاعبته في الكوارتر ده في الكوارترين دول لفهم كويس طريق خيري عايزي حافزه على محمد العادل لعمل حداشر لعيب وتودو براين بداية الرامية الحرة الاولى تودو براين وبداية الرامية الحرة التانية أربعة وثلاثين ستة وثلاثين السرعة الزمالك ستوغلن ستوغلن محمد مصطفى ستوغلن 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 فاول وان ابراهيم حكما من الدولي يصفر فاول على توتو براين أعتقد أن الخطأ التالي تعليم بس هو عشان عامل اربعة فاول الآن عامل اربعة فاول ففيه رمتين حرتين لصالح نادي الزمالك محمد مصطفى محمد مصطفى بشوت رامي دين حرتين ما بجيبش رامي الحرة الاولى رامي الحرة التانية محمد مصطفى دلوقتي مصطفى الشافعي نزل بدل توتو براين بشوت رامي الحرة التانية ما بجيبهاش يطلع محمد احمد جمالي لاماها نمنا شوية في الراوند ده احمد جمال ادم عسام عبد الحميد ستة وتترتين اربعة وتترتين لزمالك وهذه شوتة بتلاتة من ادم للمها حاتم البحيري فضل دقيقه عشر ثواني فرق بصفت ودي حاتم البحيري مسترعاوي دهشان شوتها دهشان معلش شافعي جبها وطلع تاني للبحيري بكل هدوء حاتم البحيري يدخل اعادل النتيجة ستة وتلاتين ستة وتلاتين خمسة اربعين ثانية على نهاية القارتر التاني استمتعوا معي هذه المباراة الجميلة التي لن تنتهي الا معنايات السفرة الحكم ادم عسام ادم عسام ادم عسام اي حاجة للماء الشافعي وهو بلماء بيحصل على خطأ مصطفى الشافعي خطأ يستطيع برامدين حراتين لمصطفى الشارعي الشافعي والنتيجة ستة وتلاتين ستة وتلاتين وفاضل ستة وعشرين سانية على نهاية الربع التاني مصطفى الشافعي ما بيدين حراتين لمصطفى ما بيجيبش نمال حرة الاولى الماء الصفى اللحرات فحسب الماء الحرات التانية للمصطفى الشافعي بيحصة والستججة وهو أسام عبد الحميق مدارب نادي الزمالك او مدارب نادي الزمالك بيطلب وقت مستقطع وفاضل ستة وعشرين ثانية على نهاية القبعة الثالث هو السكور سبعة وتلاتين النادي الاهلي ستة وتلاتين لآآ نادي الزماني الشطولاني حصلت فيها عداس كتيرة استمتعوا مع السوديو التحليلي مع الكابتن خالد العودي وانجوم كرة السلة الكبار الكابتن هاني عبد المنعم والكابتن خالد بخيط والكابتن عمري صابر عندهم كتير اول يقولوه ويحللوه لهذا الاداء الرائع من الفرقين في الربع الاول اللي من وجهة نظري مباراة جيدة جدا زي ما قلتلكم النتيجة سبعة وثلاثين ستة وثلاثين من ستة وثلاثين ستة وثلاثين نادي اهلي بصفة الشافي حتى البوصلت اخرياني بس هو السعف نادي الاهلي بتغير السكور لما يبتدي النتيجة الزمن يتحرك فقدل ستة وعشرين سانية على نهاية الرائع التاني وبرضو بقال لكم مرة تانية ما تروحوش بعيد استمدعوه بالستوديو التحليلي للاحداث الكبيرة اللي حصلت خلال الشوت الاول مع الكابتن خالد العودي وكابتنا الخبار نجوم كرة السلة كابتن خالد بخيط كابتن عبد المنعم كابتن عمر صابر انا طبعا بقول بالاقدمية في النادي الاهلي كلهم كابتنا وعنا وعزعنا واللي هيحلل لكم هذا الشوت ويقول لكم على كل تفصيلة فيه هنشوف عسام عبد الحميد هترعى يعمل ايه بعز التاني اوت اللي خده مع اخر ستة وعشرين سانية صابر عبد الحميد لك عايزة بالسحاب دي اللي صوب بتالك السلسية من تلات السلسية من تلات السلسات علشان يبقى عنده حل من حلول الثلاثية لو ستوغلين مسك استسك ويض وبرضو محمد ابو النصر نزل مكان حتم البحيري آخر ستة وعشرين ثانية ستوغلين في الشوت الأول طبعا تيلل مع محمد ابو النصر محمد ابو النصر لسه برضو اللي اللي بيلعب بوكس ستوغلين عايز ياخد بحاول إضايا على السواني بحاول إضايا على السواني عايز هو اللي يلعب عايز هو اللي يلعب عايز هو اللي يلعب بس يعوال بلا معنى الحاكم لاحقه بالصفارة دي هو دخل وتحرك تحرك جيد جدا جدا كابتن ياسر كان سريعي الصفارة وقال إن وصف الشفعي خبط دي ما خبطش الكورة فحسب خطأ على الشفعي رمتين حرين لانتيل ستوغلين وفقد السبع سواني سبع سواني ونص والنتيجة سبع وتلاتين ستة وتلاتين لصالح النادي الأقلي ودي عصام عبد الحميد بيحاول يغير لكن كان اللعيب وف خلاص وسلمت له كله ما ينفعش يتغير عايز نزل محمد صلاح عشان يعلي الريباوند ستوغلين بيشوت لما حرة هنا بيسجل ما شاء الله يعني نسبه عالية جدا ما بي ما بجلاش ولا فاول شوتين غير واحدة يمكن ستوغلين بيشوت التانية فاضل سبع سواني طبعا طاري خير روجاته ياخد تايم اوت وفعلا طايم اوت دا طاري خيري سبع سواني على نهاية الربع التاني والشوت الاول النتيجة تمانية وتلاتين سبع وتلاتين يا طارى النادي الاهلي هيقدر يحرز سلة في السبع سواني دول ده اللي انا نتفرج عليه ونشوف الكابتن طاري خيري هيقول لعبته هنتعمله فيهم النادي الاهلي اللقاء القادم هيطلع لنادي سبورتي اليوم السبت القادم ان شاء الله النهاردة كمان في مباراة اليوم الرابع الجزيرة واسموحة جيش وسبورتي في الاتحاد ومستن بعد كل جولة بيتغير ترتيب الفرق تبقى للنتائج زي ما قلتلكم الدوري صعب جدا والفرق قوية جدا ومفيش حد الغد دلوقتي بعد تلك جولات الاهلي والزمانك بس لم يهزمه النهاردة يبقى فيه اول هزيمة لأحد الفرقين صدع عادي زي ما قلتلكم فيش حد مش هتغلب في دور السوبر دوت وكل دوت لترتيب الأندية للمرحلة النهائية سبع ثواني ندلقى لي داخل رامج نيدي أربع لعيبة صيارين أشوف طريق خير نعمل ايه والجمال وكريم دهشان وشافع والنهائة التانية برضو عصام رح مدخل أربع لعيبة صيارين كريم دهشان كريم دهشان كريم دهشان كريم دهشان الشافع لكن ما بيجيش وينتهي الشوت الأول من مبارات الآلي والزمالك بتقدم نادي الزمالك 38 37 أترككم والاستوديو التحليلي مع الكابتن خالد العودي ونجوم القرام الكابتن عاني عبد المنعم وكابتن خالد بخيت وكابتن عامري صابر وإلى لقاء في الشوت الثاني السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدات ومشاهدي قناة النادي الآلي مرة تانية من صوارة الأميرة عبدالله الفصل بالنادي الآلي بالجزيرة يسعدني أنا المعلق سيد صابر أن أكون معكم والشوت الثاني من مباراة القمة مباراة الندية في دور السوبر بين فريقين نادي الآلي ونادي الزمالك الشوت الأول كان شوت رائع انتهى الربع الأول بتقدم النادي الآلي 24-22 وانتهى الربع الثاني بتقدم الزمالك 38-37 أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالستوديو التحليلي مع نجم خالد العودي وضيوفه القرام من كابتن خالد بخيت وكابتن عاني عبد المينة وكابتن عمر صابر عودة للمباراة نادي الآلي تشكيلة للرئاسية اللي هتبتدي رمج نيدي كريم ده عشان صفا الشفعي محمد أبو النصر وأول ظهور لمحمد العدلي أما نادي الآلي فهيسم السحارتي وهدي كريم ده عشان بشوف بتهاته ما بالجيش الامام صفا مكاوي لستوغلين وكمان فيه هنا زوزامة وهيسم السحارتي والستوغلين بيخش وبيسجل وبيطلب الحكم بفاول تقدم الآلي 40-37 أبو النصر أبو النصر الشفعي كريم ده عشان يلا كريم نفوه شوية كريم كريم ده عشان الشفعي اللي باخد ده عشان ده عشان هارض لك ده عشان بيخش كواسة لكل ما تخشش السوغلين بيجري الملعب بسرعة بيلمكور أي حاجة إلي ما نادي الزمانك ترجع نادي لستوغلين شوت سلسية تغبط في البسكت من برة فتبقى أوت صايد لصالح النادي الأعلي بداية سريعة نادي الزمالك 40-37 لصالح نادي الزمالك محمد أبو النصر رامي جنيدي ده عشان الشفعي رامي سلسية من رامي سيارة لما اهنس اسامة اهنس اسامة عمر هشام عمر هشام ستوغلين ستوغلين مع رامي تطرع المكاوي مكاوي بيجوب بثلاثة لا بيجبهاش لما محمد العدلي العدلي الشفعي الشفعي رامي جنيدي رامي جنيدي الشفعي أبو النصر حاولي خش خش بيقف نتوغلين ده عشان هو داخل يعمل باند كويس وهو بيشوت على البسكت خطأ على رقم 41 هايسة من السحارتي راميتين حرتين لكريم ده عشان وفي تغيير ابراهيم الجمال طالب ده عشان للتغيير فلازم ينفذ راميتين الحرتين مع كده يتغير كريم ركز يا كريم ما بيسجلش رامي الحرة الأولى نادي لقل النهاردة بيغيبه عن صفوفه ولعبين مواصرين جدا للإصابة سيف سمير لعب الارتكاز الرئيس وفي كريم بيشدد رامي الحرة التانية وبيسجلها وبيطلع تغيير دلاتي بينزل الجمال وطاري خيري بيحييه 40-38 زي بيقولوكم نادي لقالي بيغيبه عنه عنصر المهمين جدا جدا للإصابة بيغيبه عنه سيف سمير لعب الارتكاز الرئيسي ومؤمن أبو العنين الملك السلسيات ستوغلين بيغيير الصغيرات وبيطلع يشوت المال عدلي باس عدلي رامي جنيدي رامي جنيدي أبو النصر شافعي شافعي بيديال العدلي العدلي ما شفاش تلات قوت صحيب لصالح نادي الزمالك كانت هجمة مثال للجوم السريع لجم ما حصلش كيمينوكيشن أو اتصال بين شافعي ومحمد العدلي عشان كده كده تطلع قوت لصالح نادي الزمالك أربعين تمانية وتلاتين للزمالك أناس أسامة عمر يشام عمر يشام بيطلع ويعود البصية ما ليش حد ياخدها الجمال رامي جنيدي للجمال للشافعي الشافعي للجمال للعدلي بحوليه لعب واحد على واحد برافو يا عدلي حلو يا عدلي حط الباسكت بقى عدلي الجمال بيجيبها له تاني في الآخر بيطلع قوت صايد على نادي الزمالك العدل عمل كل حاجة كويسة إلا أنه يجيب الباسكت لكن الجمال بيحاول يخش فيها تاني وفعلا استهز عليها من نادي الآلي فادي اتين ونص من الكوارتر التالت نادي الآلي حد تسجل نقطة واحد ننزل بالك سجل نقطتين رامي جنيدي الشافعي على السلسية سيارة من المال عدلي طلع يا عدلي وهو طالع يا برافو يا محمد يا عدلي بيعمل باند الرأي عشر العشر من تحت أناس أسامة وهو طالع أناس أسامة بارتكب خطأ ضده رامي تين حراتين لمحمد العدل يلا عدل رامي الحر الأولى ما بيجباش رامي الحر التانية محمد العدل ورامي الحر التانية سيارة برضو لما الزمالك وعد السجل بسرعة وهو داخل بيرمي الكرة بخبرة كبيرة عشان ياخد خطأ براميتين على رقم 22-23 محمد أبو الناصر سجلين ما بيجليش ما جلاش ولا كورة في الشوت الأولاني معظم سكورو من فال شودين زي ما انتوا شايفين البلوكو لعيب محترف قوي جدا يعني المتوسط تسجيره في المباريات من 30 ل 45 بنت حمد العدل بياخدها صح ما فيهاش أي حاجة رافع عدل اللي عملته دوت بيمنع الدخول الكورة 41 الزمالك 38 الأهلي فضل 7 دقائق و10 ثواني على نهاية الربع الثالث أبو الناصر أبو الناصر بيوصل لكن فيه دفع جهي جدا من عمر الشام يطحها توصل لهايسم السحارتي هيسم السحارتي تتتع مني اخدها روامي للجمال 3-2 3 على 2 أبو الناصر شوتها ثلاثية وحشة النماء الشافعي لكن اخدها من يدي ستوغلين لعيب كويسة يا جماعة لعيب كويسة وبيعلها الأنس أسامة حالو حالوة من ستوغلين بلعبوها على طول مع بعض أول مرة زمالكة تقدم بفارق خمس نقاط تلاتة واربعين تمانية وتلاتين رامي جنيدي رامي جنيدي بيوقف من الميديو في شوت وشوت ما في الجيش في بدلق مع النادي الآن شواء اليوم بلوقتي عمر الشام بيخش وهو داخل محمد العادلي ينتقل خطأ ضده برامتين حرتين رامتين حرتين لعمر الشام تلاتة واربعين زمالك تمانية وتلاتين أقلي مفاضل ست داية واثنين وعشرين سانية تغيير مزدوج خارج العادلي ومصطفى الشفعي ونازل مصطفى برغوطة وأحمد سلعاوي عمر الشام ورامي الحرة الأولى ما بيسجلاش الرامي الحرة التانية لعمر الشام بيسجله برافيا عمر أربعة واربعين تمانية وتلاتين يلا شباب النادي الآن عزي النسحة شوية النادي الآلي ساجل نوتوتين بس برغوطة الجمال بدفع عليه عمر الشام الجمال السلسية لكن الحجم بيقول إن مصطفى برغوطة ارتكب خطأ مواجم وهو بيعمل ستار تحرك وده مش مفروض فخطأ مواجم عن النادي الآلي أربعة واربعين تمانية وتلاتين نصالح النادي الزمالك حيسم السحارتي استوغلين 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 بيوصل يخد أبو النصر وفي خطأ مفروض ده خطأ متعمت مفروض خطأ متعمت مفروض خطأ متعمت الحاكم سفره خطأ عادي أي كورة في الهجوم السريع وحصل خطأ من المحاسن الحاكم المصمم انها خطأ عادي تعديل القانون ان اي كورة واعدة بهجمة خطأ ده مفروض يبقى خطأ انسبورتس من لايك لكن خلاص احنا بنحترم كرمات الحكام خطأ عادي السلعاوي رمجنيدي رمجنيدي محمد أبو النصر محمد أبو النصر رمجنيدي زمالك بيلقى الدفاع جيد الحلول بقت مقفولة شاء وهدي فيه خطأ في الاتصال بين رمجنيدي والسلعاوي تطلع كورة أوتسايد لصالح نادي الزمالك 44 زمالك 38 أهلي وفاضل خمس دقائق وخمسة وثلاثين سنة على نادي الربع الثالث ستوغلين مع الكورة لمكاوي وجمال بخبرة كبيرة جدا بيعمل سقوط ومساعدة ومصطفى مكاوي بيلف خبط فيه وإزام بلوحنا في البسكت لبسه فاول برافو خبرة جميلة من من إبراهيم الجمال ومصطفى مكاوي بكل روح ريادية بيروح بيقومه لأنه خبطه في وشه برافو مصطفى مكاوي على الأخلاق الريادية وبرافو الجمال على الخبرة في الدفاع جنيدي 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 أحمد سلعاوي الجمال أحمد ريشان بيلعبالة فلسل يامل وهدي رامي جنيدي مش عايزة تخش لكن برغوطة يا برغوطة يا برغوطة بيعمل باود من دور الخمستاشر ويطلع يعملها باك ليم من ناحة تانية ويسجل برافو مصطفى يا برغوطة أربعة أربعة أربعين أربعين لصالح الزمالك مباراة خوية جدا ودي مصطفى مكاوي بيرد عليه رفا مكاوي ستة أربعين أربعين للزمالك لن تنتهي إلا مع نهاية المباراة هذه المباراة سلعاوي سلعاوي أبو النصر أبو النصر الديال برغوطة يا راجل معلش يا مصطفى برغوطة حط الأسهل منها الأصعب وسدها السهل برافو يا مصطفى أبو النصر عمل لسيس رائع وفي النهاية الحيازة النادي لقالي تحت السلة نزل دوقتي محمد صاحب النادي الزمالي مكاوي مصطفى مكاوي برغوطة جنيدي جمال ناسبالك بيلا على الدفاع منطقة ودي خطأ تاني مهاجم بيحتسبوك كابتن ياسر إبراهيم ماشي ماشي ودي تغيير تاني نايزر مهاجم بياسر تلعيب يا جماعة برومسن جدا اللي اسمعته من المداربين اللي شافوه ان ده بيلعب تحت 18 سنة في نادي الزمالك موهبة ومعه عنده حلول كتير الجمال 48 أربعين أربعين لزمالك أبو النصر برغوطة بيشوتها بيجباش اللي مهاج سلعوي طلح على الجنيدي على ميلنا على ميلنا الجمال ميديا بشوت بيوفو يشوت ما بيجباش اللي مهاج محمد صلاح ستوغلن ستوغلن لا تعمل نوبر النصر نوح يا ابو النصر جنيدي جنيدي لابو النصر مش عارف لعب تلقالي خايفة تلعب ليه وابو النصر بيشوت سلسية ويسجل اول سلسياته واول سلسية لنادي الزمالي في الشوت التاني 48 زمالك 43 نالي فضل ثلاث دائم وعشرين سنة على نهاية الربع التاني عمر يشام محمد صلاح محمد صلاح اي كلام تعال سلعوي ابو النصر ابو النصر خايفة ليه برافا ابو النصر وطاري خايري بيعترض على الحكم لان فعلا فيه خطأ وما بيصفرهاش الحكم وبرده تكنيكا الفاول على طاري خايري انا شايف ان طاري خايري عنده حقه في احتراضه والحكم ظالم النادي الآلي في عدم احتساب الخطأ وفي استصرف احتساب خطأ على طاري خايري ميه ده ميه ده خطأ فني على طاري خايري من وجهة نظر الشخصية اسامة اهناس اسامة ارتكب خطأ ضد محمد بن نصر لاجرب النصر قدر نسجل يلا مش مشكلة نادي الزمالي كليه رمية رمية واحدة وياخد الحزة تاني حسب تعديل قانون كورت السلة رمية واحدة تمانية واربين خمسة واربعين طبعا ماتش قوي جدا وعصبي جدا والمدربين حاسين ان كل صفارة بتأثر في نتيجة الجيم فنيه ده وفي تغيير لانس لانه هو وقع والمفروض لازم يتغير اي توقف للعب للعلاج لازم تغيير انس هيخرج وينزل مصطفى منكاوي تسعة عربين خمسة واربعين لصالح النادي الآلي صالح النادي زمالي كاسف وفاضل ثلاث دهائق وست ثواني على نهاية الربع الثالث ستوغلين ستوغلين بيطلب ستار بدفع لبريب ناص طلح على المهاب ياسر براف يا ولد عمل اسست رائع الولد الصغير مهاب ياسر ده لمصطفى مكاوي وهو طالع الحاكم بيحتسب خطأ لصالح نادي الزمالك رامتين حرتين لمصطفى مكاوي مصطفى مكاوي رامتين حرتين بيضيع رامل حرة وورا مصطفى مكاوي مصطفى مكاوي ورامل حرة التانية بضياحة برضو الحاكم بيحتسب خطأ على لعب تزمالك انها دخلت بدري وفي تغيير تلع مصطفى مكاوي نزل انس اسامة حمد سرعت خبط خبطة كده الحمد لله تبقى سليما ان شاء الله تسعة وربعين خمسة وربعين لصالح الزمالك وفاضل ديتين وواحد وخمسين ثانية عنهاية الربع التالت احمد سلعاوي احمد سلعاوي ابو النصر ابو النصر سلعاوي رامجنيدي مع ستوغلين ابو النصر ستوغلين يعمل استيل من ابو النصر مجوم سليع نادي الزمالك مهاب وتطلع او الصايد لصالح النادي الاهلي سلعاوي بياخد بلوك مهابي اسر كويش بنرجع للماتش رامجنيدي تسعة وربعين خمسة وربعين صالح النادي الزمالك ابو النصر سلسية ما بسجلاش للماء محمد صلاح ياخدها تاني ابو النصر لكم محمد صلاح يطلع بالكورة اوت سايد المباراة يا جماعة شدك كل حتى انا شايف معظم عضاء مجلس دارة النادي المبلغه الي موجودين شايف دكتور كامد خالد مرتاجي ومحمد صراج الدين والدكتور اه الكمال الكمال سولسية تسعة وربعين تمانية وربعين لصالح زمانه بدهت على ستوغلين ما يجبهاش برغوطة لرامي للجمال السلعاوي ما يجبهاش يخسارة ينمها مهاد لستوغلين ستوغلين بيسجل فرصة كانت تقدم للأهلي واحد وخمسين تمانية واربعين وفاضل ديها وخمسة وتلاتين ثانية على نهاية الكوارتر التالت رامي جنيدي رامي جنيدي الجمال برغوطة بس برغوطة خلف ستوغلين برمية بخبرة وتسجل تلاتة وخمسين تمانية واربعين ديها وربع لنهاية الشوت التالت سلعاوي مراتين الأهلي يروح عشان يتقدموا ضيحة ترتد بيجوم سريع سلعاوي بيوصل براف يا سلعاوي بيساكل وبيحصل على خطأ تستهج برمية اضافية تلاتة وخمسين خمسين تلاتة تاري خالي بيرجع تود براين وفاضل تمانية وخمسين ثانية على نهاية الكوارتر التالت برغوطة تلع برفع لك سلعاوي رامي اضافية ما بيجيبهاش منها يجيبها سلعاوي ياخدها تاني وطلع بره يلا جمال وسيارة معلش تلاتة وخمسين خمسين ستوغلن محمد صلاح يعمل ايه لما يجيبهاش يقع بالكورة في سراعة الكورة في الاخر تبقى القورة الصالح النادي الهالي تلاتة وخمسين خمسين وخمسة وتلاتين ثانية على نهاية الربع التالت المباراة حمال شديد الفريتين في منطقة القوة والفريتين ما خسروش ومش عايزين يبقى اول عزيمة النهاردة سلعاوي الجمال 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 وهو داخل لا الحاكم بيقول لا مش باسكت فاول في الدريبل فاول على عمر شام برامتين حراتين للجمال ابراهيم الجمال نجم الاهلي ونجم منتخب مصر رامتين حراتين هل يستطيع تقليص الفرق لنقطة واحدة الجمال بيسجل رامية الحرة الاولى براهيم جمال وبيسجل رامية الحرة التانية مجبهاش التانية أسف بيشوت حكم حوتها مجبهاش تلاتة وخمسين واحد وخمسين عشين ثانية على نهاية الربح مهاب ياسر عمر شام بدوروا كلهم على ستوكري عشان هو اللي يخلص بيختفوا الجمال للبحية اللي تد وهو دفاول تاني بيرتقبوا آنس اسامة فيه دفاع كان جايج جدا جدا من نادي الاهلي آنس اسامة بيرتقب الخطأ على بريم الجمال وده الخطأ التالت على آنس اسامة هيخش في دوامة فعل ترابل أو المشاكل فاولات آنس اسامة ركز يا جمال عايزين نخلص الشوت ده متعدلين الجمال سيارة نبسجلش الرامي الحرة التانية يلا يا جمال يلا يا جمال يلا يا جمال مالكش دعا ركز انت ركز انت إبراهيم الجمال ومسجل رامي الحرة التانية تادي وخمسينة خمس ثواني خمس ثواني مهاب بيحصل مهاب ياسر على خطأ من احمد السلعاوي عمل وجوم سريع جدا لم يتلح عارتين لمهاب ياسر الناجئ الموهوب فاضل نص ثانية على النهاية ده الخطأ التاني على احمد السلعاوي الحكام بتعترض كابتن احمد الجرح اللحنة التربيزة وقال لهم انتو فيه مفروض ثانية ففعلا الساعة رجعتها ثانية ونص لان حكم الساعة موقفش الساعة اللي بفضل ثانية ونص على نهاية الكوارتر مهاب ياسر وراميتين حرتين شوت رامي الحرة الاولى ما بيسجلش مهاب ياسر ورامي الحرة التانية بيسجلها وينتهي الربع التالت بتقدم نادي الزمالك اربعة وخمسين اتنين وخمسين على النادي الاهلي في واحدة من اقوى مباريات كورت السلة هذا الموسم فرتين اتلاقوا الساعة دي في دوري مرتبط اللي فاز بالنادي الاهلي كأول تتويق لي في هذا الموسم اتلاقوا في دوري التمانية النادي الاهلي كسب جيم والنادي الزمالك كسب جيم وبراءة خوية وزي ما قلتلكم عشان كده في معظم اعضاء مجلس النادي الاهلي موجودين زي ما قلتلكم شايف المهندس خالد مرتاجي شايف كابتن جوار نبيل شايف كابتن محمد سراج شايف الدكتور مهند مجدي وطبعا الكابتن الكبير كابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي وكذلك يحد المباراة دكتور مجدي ابو فريخة رئيس مجلس ادارة التحكرة السلة والكابتن محمد عبدالبطلب ناب الرئيس والكابتن خالد القوسي عبدالمجلس الادارة والكابتن محمد فاتح عبدالمجلس الادارة التحكرة السلة والكابتن الكبير نجمة النادي الاهلي الكابتن رحابي الغنام عبدالمجلس ادارة تحكرة السلة نجمة النادي الاهلي الجميلة اللعبة الجميلة برضو حضرة وفي مجموعة كبيرة من الاعضاء النادي سواء الاهلي والزمالك متواجدين عاملين حس للمباراة المباراة يا جماعة من غير جمهور ما تنفعش خالص الجمهور هو اللي بيحل اي اداء رياضي اربعة وخمسين اتنين وخمسين المباراة زي ما قلتلكم انتظروها لنهاية المباراة لن تنتهي الا مع صفيرة الحكم لن تنتهي الا مع صفيرة الحكم الحكم بيطالبوا للمداربين بدخول اللعيبة لان انتهت الديتين الفترة القارونية اللي بين الكوارتر التالت و الكوارتر الرابع لكن المداربين واخدين وقتهم كامل مبروك لنادي سموحة بقيادة كابتن كبير كابتن اشرف طوفيه النهاردة قدر ان نفوز على نادي جزيرة بالقاهرة اول مباراة يفوز في اسموحة في الدوري قبلها بكده التلت فترة القبار وتقاندي رابع مباراة ليه مبروك للكابتن اشرف طوفيه والنادي سموحة اعودها للمباراة شايف برغوتا رجع تاني وتودو براين حاتيم البحيري والجمال وبالنصر اما الزمالك فموجود عمر يشان ستوغلين مواجه مصطفى مكاوي واناس اسامة اعزف صالح النادي الزمالك ستوغلين ياخد الكورة ستوغلين طبعا النادي الزمالك تلع بالفرق تماما يا بونت في الكوارتر التالت والنادي الآخر لا يقدر يعود نفس الحكاة النادي الآخر تلع ياسم الناشئ اللي بقول لكم عليه بكل ثقة بيشوف سلسية وبيسجل برغوة ياسر موهبي ياسر اسف موهبي ياسر ابن الزميل ياسر عبدالعاطي المدرب ابو النص برغوتا برغوتا بياخد بلق من موهبي ياسر سجلن لعمر يشام عمر يشام فاص بريك جامع رائع من نادي الزمالك بيسجل ويحصل على رمي هدفية فاول على الجمال تسعة وخمسين اتنين وخمسين الزمالك سجل خمس نقاط في اربعة وثلاثين سانية ودي عمر يشام نامي حرة ضفية نامي سجلاش نامي مصطفى برغوتا حاتم البحيري تسعة وخمسين اتنين وخمسين برغوتا برغوتا حاتم بيحمل له بلوك انا سوسامة يخدها تاني ايه جمال في خبطة لما تودو براين تودو براين بيهوش بيلعب مهدم شد كده لكن مجيش لما انا سوسامة انا سوسامة مهي بيأسر الست رائع فيش رجوع من نادي الاهلي وعدو ستين يدينه وخمسين لصالح الزمالك ابراهيم الجمال لو ما جاتش دي اطريق خيري لازم تاخد طايم اوت احنا عندنا ثلاثة طايم اوت لسه برغوتا خاطع على عمر يشام ضد الجمال اوتسايد صارح النادي الاهلي نادي الزمالك حد سبع نقاط في دي او نصه النادي الاهلي محتمش ولا نقطة برغوتا بريم الجمال بحيري اوبراين ابو النصر فاول على هزة سوسامة ده الفاول الرابع على هزة سوسامة رمتين حروتين لمحمد ابو النصر على انس الفاول الرابع على انس اسامة وبسرعة الكابتن عصام عبد الحميد بيطلعهم ملعب محمد ابو النصر الرامر الحرة الاولى سيارة غريبة يا جماعة اوي نركز محمد ابو النصر والرامر الحرة التانية بسجلها محمد ابو النصر واحد وستين تلاتة وخمسين لصالح الزمالك مصطفى مكاوي مكاوي عايزي لابو حد واحد على برغوتا ستوغلين ستوغلين يا ولد لحمد صلاح حسيارة اللي اما تود ابو النصر بحيري جمال جمال ما بيجيش مكاوي اللي اما بلاد الان ما برجعش ستوغلين ستوغلين سوراسية ما بيجيش اللي اما تودو براين لابو النصر ابو النصر اغالي اتجاهات ورافو عليك وهو داخل بيعوكم مصطفى مكاوي برافوكات النوائل ابراهيم سوفرة موفقة فاول عن مصطفى مكاوي رميتين لمفروض لصالح محمد ابو النصر فرق 8 نقاط وفاضل 7 دقايق و38 ثانية مصطفى مكاوي برضو عند فاول ترابل منازل محمد مصطفى ونحن تاني كابتل طاري خيري بيطلع مصطفى برغوتة وبينازل احمد سلعاوي جاكزة محمد يابو النصر بيساكل رمال حرة الاولى كارتنوائل ابراهيم بيطلب من الجهاز الفني انه واحد بس اللي يكون واقف في المنطقة الفنية وده حقه وانا قبل كده قلت ان الكابتل وقام ابراهيم من الحكام التي تطبق القانون بحزافيره وطبعا في ناس كتير اوه بتستغرب لان الرجل بتطبق قانون ابو النصر ورامل حرة التانية ارض لك بتخش وتطلع فرق 7 نقاط لصالح الزمالك عمر يشام عمر يشام محمد مصطفى عمر يشام محمد صلاح محمد مصطفى يدور على ستوكلين فيه بلوك ستوكلين ياخده من أحمد سلعاوي ست سواني على الهجمة ست سواني على الهجمة لصالح الزمالك محمد صلاح محمد مصطفى محمد مصطفى بيحاول يخش تود براين بيعمله بلوك كويس يبقى فاضل ثانية على الهجمة ثانية واحدة على الهجمة مهم جدا محمد صلاح لكن تصفرته 24 ثانية تسبق حجمة الزمالك ودي خطر 24 ثانية على الزمالك زي ما حصل للذات الألف والشوت الأول بحيري سلعاوي سلعاوي حاتم البحيري حاتم البحيري في ادفاع جيد عليه أبو الناصر تودو براين تودو براين بيحاول يخش ويحاول بيموي حلوة أوي حلوة أوي يا تود بيعمل تمويه جميل ويلف النحط تاني وسجل نوتوتين وادلالي بيلعي ادفاع ضغط خمسة بونت للزمالك في ادفاع ضغط جيد عمر يشام موي بيأسر استقلم فادي ما بيجبهاش يلي ما يا ابو الناصر روح يا ابو الناصر روح بديها سلعاوي سلعاوي عمر يشام بيرتقب خطأ ضده رميدين حرتين الاهل يرجع للاجواء مرة اخرى تغيير هيسم السحارتي هينزل مكان محمد مصطفى عسل نهيل عباربعة بركز أربعة سلعاوي هل يقالس الفرق للوقت واحدة منه تلات نقاط ما بيجبهاش خمس نقاط لصالح نادي الزمالك احمد سلعاوي رمال حرة التانية برضو ما بيجبهاش تشمعول يا جماعة كمينت الفولات الدعنار شدة وعده ستين ستة وخمسين لصالح الزمالك وعمر يشام استحارتي استحارتي محمد صلاح وعمر يشام الحاكم بيصفر فعلا على النادي الآلي على توتو براين اعتقده يبقى عنده أربع فولات رميتين حراتين سلعانات زمالك أربع فول لتوتو براين أربع فول على توتو براين عمر يشام بداية رمي الحرة الأولى رمي الحرة التانية لعمر يشام بيجال لها لما توتو براين يديها الحاتم البحيري واحد وستين ستة وخمسين وفاضل ست دهائي على نهاية المباراة توتو براين بيحولي لعب محمد صلاح بيعمل في دويله وراء ويشوت ما يجيبهاش محمد صلاحي لما ستوغلين ستوغلين بيوقف ويشوت ويسجل جميل ده يا جماعة اللعيبة بتعمل معك كل حاجة في الدفنس لكن بيوقف ويسجل تلاتة وستين ستة وخمسين لصالح الزمالك حادم البحيري والحكم محمود جمال أفش وعمر يشام هو بيضع في براين الجمال بدون كرة يبقى خطأ بيستوجب برامتين حوتين لنهاية الزمالك ارتكب أكثر من أربعة خطاء في هذا الكوارتر ودطار الغنام نزل مكان توتو براين طبعا لأنه عامل أربعة فاول سبع نقاط للزمالك وفاضل خمس دقائق واربعة وثلاثين ثانية الجمال بيسجل رامل حرر أولى الجمال الجمال ورامل حرر تانية بيسجل أبرافو إبراهيم تلاتة وستين خمسة وتمانية اغاية وخمسين ستوغلين ستوغلين بيلعب لو أحده لكن أبو الناصر بيعمله بلوك كويس قوي أبو الناصر وفاول لصالح أبو الناصر رامتين حرراتين رامتين حرراتين لأبو الناصر خمسة فاول على لكن الحكم بلغ برقم اللعيب غلط فرجع في الخمسة فاول محمد أبو الناصر رامتين سيارة محمد الرامتين حرراتين لأبو الناصر بلغ برقم أبو الناصر بيسجلها فارق أربع نقاط صار حينيات الزمالك وفاضل خمسة وعشرين سانية عنهاية المبراءة مهي بياسر أدم عسام عبد الحميد دوروا كلهم على ستوغلن بيقاوش تاريخ النامه في غار اتجاهاته وبيطلع ما بيجيبهاش لمسة العاوي البحيري الجمال بيقاوش تاريخ النامه في غار اتجاهاته لكن أبو الناصر بييروح وهو داخل أنا مش عايف الحكمة تحسب أنت عن سبور سلاكمان يا جماعة الراجل داخل وده جامل ورابي دافع عليه ومصفرها فاول عادي أوكي أنتوا بتفاهموا القانون أكتر رميتين حرتين لصارح أبو الناصر هل يستطيع تقليل زلفارق لبسكت واحد محمد أبو الناصر الرمي الحرة الأولى بيسجل رمي الحرة الأولى برافو يا محمد خمس دقايق على نهاية المبراءة وثلاثة وستين واحد وستين لصالح الزمالك لقى الرجال المباراة مباراة حلوة أدم عسام عبد الحميد أدم عسام أدم عسام كله بيضاهر على ستوغلن كمصطدم الكاوي كابتن واقل بيصفر الكرة مش بتاعته خالص في واحد تحت البسكت وبيصفرها توشوتس كمان ساول على طار الغنام العاكم من تحت البسكت ما صفرهاش لكن حكامنا الدولة الكابتن واقل إبراهيم هو اللي بيصفرها من بعيد وبيحتسب خطائين خطأ بفواع رامتين صفى مكاوي بيضايا الرامة الحرية الأولى الرامة الحرية الثانية مصطفى مكاوي بيساج المصطفى مكاوي أربعة ستين واحد وستين لصالح نهاية الزمالك وباقي أربعة دهاية واربعين ثانية على نهاية المباراة البحيري الجمال سلعاوي سلعاوي سيارة سلعاوي يلمها عصام أدم عصام عبد الحميد أدم عصام أدم عصام أدم عصام بدورها على ستوكلين مكاوي مكاوي أوكي الحكم حدثة بخطأ ماشي بالكرة كانت فيه أجمع واحدة للأعلي بس هو شايف أحسن كرة للأعلي ثلاثة بونتر الزمالك وفاضل بعدها وربح البحيري البحيري الجمال 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 عزل أبو حد على واحد الجمال يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعب يا كبير قال لهم ينصبون على حال أبو حد على واحد نقطة واحدة لصالح نادي الزمالك ستوكلين والد يا إبراهيم أبو النصر بيلبسوا خطأ مهاجم إبراهيم أبو النصر أوتسايد صالح النادي الأعلي والجمهور بيصح الفرع إلعب يا أهلي إلعب يا أهلي إكسى بي أهلي تغيير خارج أبو النصر عامل عليه في الدفاع والهجوم ونازل رمج نادي 64-63 للزمالك وفعد لتلات دقايق وسبعة أربعين سانية وهدي آنس أسامة بينزل مكاب مهي بيأسر أسامة عبد الحميد بيعلي تحت البسكت الطول بيلعب بتلاتة طوال تلاتة وستين أهلي 64 زمالك ليس المبلة في المالك بحيري حاتم البحيري السلعوي يلا جمال وقتك دوت يلا جمال سيارة ياخدها مصطفى مكاوي ستوغلين ستوغلين الحاكم بيصفر أنس بورس لاكمان على برايم الجمال على أساس أنه هو قاصد يمت رجله ويشنك ستوغلين كده رمتين وحي يزر صراحة زمالك للي ما بيضيعش خالص ستوغلين لعيب قوي ما جلاش وعلى رمية حرة طول المباراة ستوغلين رمية الحرة الأولى ضيع رمية الحرة الأولى فاري نقطة وفضل تلات دقائية وتلاتين ثانية لصالح ناية الزمالك ستوغلين وبيجيب رمية الحرة الثانية 65-63 للزمالك تلات دقائق ونص أوتسايد لصالح ناية الزمالك سحارتي آنس أسامة ستوغلين ستوغلين أو تايم آوت لصالح ناية الزمالك ناية الزمالك فضل تلات دقائية وتلات دقائق وعشرين ثانية 65-63 لصالح ناية الزمالك ستوغلين خلوكم عانا جداً كل المباريات اللي بتتلات دي من أجل الترتيب فقط وبعد الترتيب ستكون هناك المباريات الإقصائية الحكام بتطالب المداربين بتاني نزول الملعب الكرة للزمالك وفضلهم خمس ثواني على الهجمة الباسكت ده مؤثر جداً للفريتين لو ناجح النادي الأهلي إنه ما يخالي الزمالك ما يسجلش ويعود للتسجيل اللي هيعادل النقاط لو زجع الزمالك في التسجيل يرفع الفريق لأربع نقاط هنشوف عصام عبد الحميد قال لهم إيه في التايم أوتي يعملوا إيه نشوفها معاكم ونفكر ما بقول كده يعمل إيه ستوغلين هو اللي هي لعب الأوتي بس ستوغلين هياخد التساكن دوس عشان نشوتها السحارتي السحارتي برافا الديفنز الجمال لوحده الجمال ورجع تاني الجنيدي للغنام بحيري يخش وعنس ويسامة بيقول لهم لا هنتعمل فيه بلوكي ناك لكن لا تقربوا هزي المنطقة برافا يا هنس احنا بنقول اللعبة الحلوة احنا في قناة الناد الآية الصحيح لكن اللعبة الحلوة لازم نقول عليها لعبة حلوة خمسة وستين دقاتة وستين تلقى دقاءة وخمس سنة على النهاية الغنام جنيدي 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 الجمال الجمال وسيارة لكن ابو النصر بيخش وراها لما سامة انا سوسامة ادم عسامة عبد الحميد ستوغلن ستوغلن عايز يلعب لوحده فعلا بيقف ويلعب وبيسجل جمد اوه جماعة الراجل ده جمد اوه 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 الراجل ده اربع نقاط للزمالك وفاضل ديتين ونص على نهاية المباراة رامي جنيدي وفي خطأ من هيسم يستوجب ريتين حراتين لصالح النادي الاقلي ورامي جنيدي رامي جنيدي تغيير هيطلع مصطفى مكاوي وينزل عمر يشام هيسم سحرتي كده يلعب لعب ارتكاز رامي تنين رامي جنيدي راكز يا رامي بيسجل رامي الحرة الاولى في رفع يا رامي يا جنيدي والرامي الحرة التانية رامي جنيدي بيسجل رامي الحرة التانية رامي جنيدي سبعة وستين خمسة وستين ديتين ونص على نهاية المباراة هذه المباراة الممتعة ستوغلين 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 كنت تلغبط في رجله وفعلا محمول جمال الحكم بيصفر خطأ عليه فرصة للاقينا التعديل او التخطم طارق خيري برافو عليك يا طارق انا كنت لسه اقول طارق خيري عنده ثلاثة وقت مستقطع لو ما خدش واحد منهم قبل اخر ديتين في المباراة بيروح عليه واحد فهو ليه هياخد تايم اوت قبل ما يبقى فاضل ديتين لاني خانه يروح عليه رفو يا طارق خيري احييك انا لسه كنت اقولي يا طارق خيري ياخد تايم اوت متاعه قبل ما نروح عليه والنادي لقى الجمهوره او اعضاه بتشجع وبتحمس الفرع سبعة وستين خمسة وستين ديتين وسبعتاشر ثانية لسه بدري جدا لسه بدري جدا مباراة معلقة وانسى اصحابه التوفيق والتركيز سيفوز بعزين المباراة هنشوف طارق خيري قال ايه للاعبته وعصام عبد الحميد قال ايه للاعبته الغريب ان الكابتن عصام عبد الحميد بيشرح والسجن قعد لوحد مش عايز يسمع كان منظر غريب جدا كابتن عصام عبد الحميد كان قعد يشرح للاربع لعيبة واللعيب الاجنب قعد في اخر الدكة بيندول مش عايز يجي نرجع المباراة حاتم البحيري كرة الصارح النادي الاقلي هجمة مهمة جدا جدا يقدر النادي الاقلي يهق التعادل فيها طارق خيري عمل تركة كده بيلعب باربا رعيبين وصيرين فده هيتطر انا سوسامة يطلع يلعب مدافع مع العيب برا نلعب خمس تعيبة برا دلوقتي رام جنيدي يا طارق هتنجح معك يا طارق النص جنيدي جنيدي توصل لبريم الجمال 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 طارق غنانبي اللي مقا ارض لك يا طارق ما بسجلش ستوكلين 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 عمر الشام هايزة بستحارتي يا سلام يا طارق يا خنام يلا بقى اهه كان في فاس بريك طارق الخنان بيتها نلعب بيدوق الجمال بحاول يلعب واحد على واحد البحيري البحيري طارق الخنان فاول على أنا سوسامة الفاول الخامس على أنا سوسامة ورميتين حرتين لطارق الخنان اعتقد أنا سوسامة مخرجش من الملعب أنا سوسامة مخرجش من الملعب أنا سوسامة يا جماعة خمسة فاول فعلا طاري مش يقدر أنا سوسامة مخرجش من الملعب يا صاب صاب يا بيزي ايدي على حد أنا سوسامة خمسة فاول أنا سوسامة خمسة فاول أوكي اللي تلقى مصطفى مكاو اللي عمل فاول على طارق الخنان مش أنا سوسامة لا مش محسوبة ديت مش محسوبة مش محسوبة لان نادي الزمالك لسه ماكملش نادي الزمالك اربع لعبين أنا سوسامة لسه في الملعب لكن مصطفى مكاو اللي ارتكب الخطأ الخامس سبعة وستين خمسة وستين واتي برغوطة نزل كمان مكان مكان رامج نيدي تودو براين روفيا تود يطلع تعدل النتائج يا توديو براين توديو براين سبعة وستين سبعة وستين فاديو ديها وعشرين ثانية على نهاية المباراة مباراة الخمة مباراة رسالة التشويق والنادي الاهلي بيرعد فاديو بطول الملعب سبعة وستين سبعة وستين زعم هل تلكوا في البداية عاد استبتعوا بهذه المباراة ستوغلين ستوغلين مع البحيري عايز يروح لقل زوائي وبيروحوا بيرعب على اي كلام ولما توديو براين ابو النصر ستوغل ما بيرعب عايزه وبيراب اللي عايزه البحيري توديو براين انجمال انجماله سيارة لكن لما تودي على ميلنا تلاتة وخمسين ثانية والتعادل توديو براين انجمال وفي الاخر في رجل هيسم السحارتي وتبقى كورة صارح النادي الاهلي وتجدد زمن الهجمة 47 ثانية على نهاية المباراة كميلة الكميلة اوي بين الاهلي والزمالك وزامنا سمعين العب يا اهلي في صالة عبدالله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيرة في هذه المباراة الرائعة 14 ثانية من جديد للنادي الاهلي و47 ثانية على نهاية المباراة و67 67 يا لها من مباراة كمة يا لها من مباراة مصيرة مهده وناخد نفسنا قبل منعود هيقو 47 ثانية من نار في هذه المباراة التي هي أخرى من النار مباراة رائعة يا طار المدربين بيقولوا اللي لعبتهم دلوقتي المدرب اللي هيقدر يسلط على فرقته دلوقتي هو اللي هيفري معاه نفس الحكاية انا شايف كابتن عصام عبد الحميد بيشرح للاربع لعيبة واللعيب الأجنبي بيوقف على جنب ما بيسمع لهمش هجمة مهمة كده لصالح النادي الأهلي 47 ثانية على نهاية المباراة إلعب يا أهلي إلعب يا أهلي كورن النادي الأهلي من تحت البسكة السمالك إبراهيم الجنبال هيطلح ها طار الغنم رجع الجنيدي الجنبال الجنبال آه ما عليك ستوكلن 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 أبو النصر ما فيش أولاد أبو النصر بيساكل أبو النصر ده أني فيه فاول وما بيحسبش حاجة الحكم بيساكل أبو النصر 69 67 ما دلاش يسوف لكم الشعور هنا في صارة النادي الأهلي 19 ثانية على نهاية المباراة وصام عبد الحميد بيطلب التاني بتاعه التاني بتاعه عشان يأخذوا القورة من الإعرام 19 ثانية على نهاية المباراة 19 ثانية والأهلي بيتقدم 69 67 والجمهور هيولع الصالح إلعب يا أهلي إلعب يا أهلي 19 ثانية على هذه المباراة رائعة مباراة رائعة يا جماعة أنا عايز أقول لكم أن الأهلي متفوق على نفسه كل الخبراء أنا بيقولوا أن الفار كبير بين الأهلي والزمالك النهاردة لكن رجالة النادي الأهلي متفوقها عن نفسها ورجعت للجيم واضي التعود برافو طاري خير إن شاء الله ربنا يكمل 19 سريع على نهاية المباراة وزي ما أنتم شايفين برضو اللاعب الأجنبي ما بيسمعش عسامة عبد الحبيب بيقول إيه وعسامة عبد الحبيب بيش عن الأربع رعبة التانيين وأنا متأكد إن اللاعب ده ياخده الكورة أيوة أعايز يخلص الكورة لوحده وده مشكلة اللاعب الأجنبي وتعناد الزمالك معا في كل المباراات هنشوف إيه كاتر عسامة ياخده الكورة قدامها الله وراء هايسب السحارتي خد من قدام عشان إيه لها 14 ثانية بس إزداء الله هيبقى ليه أكمل كمان دفاع جيد يا رجالة دفاع جيد يا رجالة هايسب السحارتي هايسب السحارتي محمد صلاح